الأخت الكريمة بتسأل عنها واللي كانت بتسأل على كلمة الصافنات الجياد والموقف اللي حصل مع سيدنا نبي الله سليمان عليه السلام وبتقول إنها عايزة تفهم معنى قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد هنجيب الآيات كلها على أساس إن احنا نفهم المعنى الآية اللي حضرك عايزة تفهمي يقول الله تعالى في سورة صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم اللي حقوله لحضرتك النهاردة صاحبة السؤال هنذكر في تفسير هذه الآيات الحقيقة الرأي اللي الواحد يطمئن له واللي تطمئن إلى كمان إلى صحته النفوس وتقتنع به العقول إن شاء الله تعالى في ضوء طبعا ما ذهب إليه بعض أهل التفسير من القدامى والمعاصرين وبعدين هنذكر بعد كده بعض الأقوال اللي قيلت في هذا الشأن ونرد بردو على ما يستحق الرد منه أولا إحنا بنتكلم عن نبي من الأنبياء الكرام وهو نبي الله سليمان عليه السلام وقد حكى الله سبحانه وتعالى اللي قالوا سيدنا سليمان عليه السلام خلال لما كان بيستعرض الخيول الصافنات الجياد هو بيستعرض الخيول وسعيد بيها بيستعرضها على سبيل الشكر لله سبحانه وتعالى فقال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب كلمة الخير بتطلق كتير جدا على المال الوفير زي في قول الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد يعني المراد بالخير هنا الخيل الصافنة يعني إيه الخيل الصافنة؟ يعني دي مش أي نوع من أنواع الخيول دي الخيول الجيدة خيول بديعة جدا بديعة الخلق والعرب بتسمي الخيل خير لتعلق الخير بيها يعني روى لنا الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة نرجع للآية الكريمة مرة تانية اللي هي موضوع السؤال السائل الكريم قال الله تعالى بيحكي لنا المولى سبحانه وتعالى في كتابه اللي قال سيدنا سليمان لما كان بيستعرض الخيول قدامه وقد كان سيدنا سليمان ملكا نبيا كان ملك وأوتي الملك وأوتي النبوة فبيستعرض الخيول بتاعته قدامه فهو بيقول سيدنا سليمان كما حكى لنا القرآن الكريم فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قلنا كلمة الخير إن معناها المال ومعناها الخيل كذلك في لغة العرب طيب عن ذكر ربي هنا إيه؟ عن هنا جاية موقعها إيه؟ معناها إيه؟ هنا معناها تعليلية يعني المراد بذكر ربي إن أنا بستعرضهم وسعيد بيهم طاعة وعبادة شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى هو كملك محتاج دول للغزوة وللقتال وبالتالي عن ذكر ربي يعني من أجل ذكر ربي والضمير في قوله حتى توارت التاء هنا عيدة على إيه؟ بتعود إلى الخيل بتعود إلى الخيل الصافنات الجياد الخيل القوية الجميلة البديعة والمراد بالحجاب هنا في الآية ظلام الليل مقلب العشي وخلاص بقى الليل اشتد الظلام فبالحجاب أو بحجاب الظلام وظلام الليل اللي بيحجب الرؤية إنه يقدر يشوف خلاص الخيول مرة تانية فقال كما قال الله تعالى على لسان نبي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب لغاية مغطاها ظلام الليل ده هنا معنى الحجاب والمعنى إن سيدنا سليمان عليه السلام قال الكلام ده وهو بيستعرض الخيل أو بعد استعراضه للخير بيقول إني أحببت استعراض الصافنات الجياد يعني أنا ساعي يعني هو في نعم ما هي دي نعم ربنا الدهالو فبيقول أنا أحببت إني أستعرض جمال الخيول لهذا الجمال البديع والقوة اللي فيها وأحببت كمان تدربها وإعدادها للجهاد كل ذلك أحببتها من أجل ذكر ربي وطاعة المولى وإعلاء كلمته ونصر الدينه وقد بقيت حريصا على استعراضها وإعدادها للقتال في سبيل الله حتى توارت يعني لغاية ما اختفت عن نظري بسبب حلول الظلام اللي بيحجب الرؤي عن الرائين ثم قال الله تعالى على لسان نبيه في كتابه الحكيم ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني سيدنا سليمان قال ردوها علي قال الكلام ده لجنده إنه رجعوا لي الصافنات الجياد الخيل المنتاز دي مرة تانية أنا عايز أشوفها وعايز أزداد معرفة بيها وأفهم أحوالها وهو معجب بيها جدا وشاكر لنعم الله سبحانه وتعالى عليه لأن وهب هذه النعم ومن ضمنها الخيل الصافنات الجياد وقعد بقى يمسح على سيقنها وأعناقها إعجابا بها وسرورا وفرحا بما حباه الله تعالى من هذه النعم نعمة الخيل القوية لأنه هو في حاجة إليها هيحتاجها في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله تعالى والحقيقة إنه هذا التفسير هو التفسير اللي بتطمئن إليه النفوس عشان خلوي هذا التفسير من كل ما يتنافى مع سمو منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن للأسف كتير من المفسرين نهجوا نهج تاني واعتمدوا على قصة ملخصة إن سيدنا سليمان عليه السلام كان في يوم جالس بيستعرض الخيل بتاعته لغاية مغابة الشمس دون أن يصلي العصر فهو زعي الأوي على الموضوع دا وأمر بإحضار الخيل اللي شغلوا استعرضها عن الصلاة فأخذ في ضرب سوقها وأعناقها بالسيف القربة لله تعالى فهم يروا اللي شافوا التفسير دا إن الضمير في قوله تعالى حتى توارت تاء حتى توارت تاء الضمير دا المتصل حتى توارت بالحجاب قال لك دي بتعود إلى الشمس أي حتى استطرت الشمس بما يحجبها عن الأبصار وإن المراد بقوله تعالى فتفق مسحا بالسوق والأعناق على تأويل هذا الفريق الكبير من أهل التفسير إنه بدأ في إنه يضرب رجول الخيل استقام بتاعتها وأعناقها بالسيف لإنها شغلته عن صلاة العصر يعني تفسير حقيقة لم أرتاح إليه ولم يرتضيك أئمة أهل العلم زي لم يرتضي هذا التفسير الإمام الرازي رحمه الله يعني لم يرتضي هذا التفسير اللي للأسف عليه أكثر المفسرين إنما ارتضى الإمام الرازي إن الضمير في توارت حتى توارت بالحجاب التاء هنا بتعود إلى الصافنات الجياد بتعود إلى الخيول وإن المقصود بقوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق إنه لما بتبقى أنت وقف كده جنب الخيل وخيل حلوة كده فبتبقى أنت معجب بيها وتمسح على ظهر على عنقها وعلى سيقانها أنت معجب بهذه النعمة يعني المسح عليها بيده حبا لها وشكرا لله على هذه النعمة وحتى الإمام الرازي قال ما ملخصه يعني إن رباط الخيل ده كان مندوب إليه في دينهم كما إنه مندوب إليه في ديننا دين الإسلام ثم إن سيدنا سليمان عليه السلام يعني احتاج إلى الغزو فجلس وكملك وملك نبي وأمر بإحضار الخيل واستعرضها كملك والملك يعني قائد زي ما احنا بنشوف النهاردة أما يجي أي قائد يستعرض لأدوات القتال بتاعته الدبابات بقى والطيارات وخلافه ويعرضوا عليه الخبراء في هذا أو في هذه الطيارات أو الدبابات أو خلافه ويقولوا المعلومات الخاصة بيها وإزاي استعملتها وإزاي إيجابيتها هو كمان كان بيستعرض الخلول بما إنه ملك نبي وإنه محتاج الخيول دي لألجهاد بها في سبيل الله تعالى فيبقى هو كان معجب بهذه الخيول وربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا سليمان ذكر سيدنا سليمان العلة من وراء حبه للخيل وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال إنه حبه للخيل مش عشان الدنيا إنما أحبها لأمر الله تعالى وطلبا لتقوية دينه بإنه هيستعملها في الجهاد وهو المراد من قوله تعالى عن ذكر ربي عن هنا تعليلية وبعدين سيدنا سليمان عليه السلام أمر بتسييرها حتى توارد بالحجاب يعني أي غابت عن بصري وبعد كده أمر الناس اللي بتروض الخيل أو جنوده بإنه يردوا عليه تلك الخيل مرة تانية فلما عادت الخيل مرة ثانية طفق يمسح سوقها وأعناقها إعجابا بها وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم والغرض من ذلك التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو وإظهار إنه خبير بأحوال الخيل وأمرضها وعيبها فكان بيفندها بيشوفها وكانت كلها عجباه وكان هو خبير أوي بيها فكان يمتحنها سيدنا سليمان ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض والله هي سليمة وهكذا الحقيقة إنه الإمام الرازي أفاض وأجاد رحمه الله تعالى الإمام الرازي أفاض وأجاد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات وقال بعض العلماء نقلا عن ابن حزم تأويل الآية على إنه قتل الخيل لإنه اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة طبعا لإن فيها معاقبة خيل مالوش زم والتمثيل بيها وبرضو فيها إتلاف مال منتفع به ما فيش يعني كلام لا معنى له وكلام بلا معنى وكما إن فيها نسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل وده شيء برضو مش معقول وده كله لا يصح والحق إن ما ذهب إليه كثير من المفسرين من إن سليمان عليه السلام شغل باستعراض الخير عن صلاة العصر وإنه أمر بضرب سوقها وأعناقها لا دليل عليه لا من النقل الصحيح ولا من العقل السليم ولا يستقيم مع سياق الآية التي ينتدح فيها رب العز نبيه الكريم سليمان عليه السلام بقول المولى سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وإن التفسير المقبول للآية هو ما ذكره الإمام الرازي والإمام ابن حزم وإثاره كمان فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطوي رحمهم الله جميعا وجزاهم الله خيرا إن المقصود بقوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق إنما هو تكريم هذه الخير البديعة من أجل إكرامها طفق يمسح كده السوق والأعناق وإن الضمير في قوله حتى توارت بيعود إلى الصافنات لأنه الضمير هنا بيعود إلى أقرب مذكور زي ما هو معروف عند العرب بإن الضمير بيعود إلى أقرب مذكور واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين اللهم في كل وقت وحيد